اشتركوا في القناة انا مش نقصة مصايب خلص عباس لو عارف ان انت اللي خليتي السوجة تسيب البيت وتمشي هتبقى مصيبة كبيرة مش بايدر ميكي في الشارع اي يا اخوي الحبل اللي انت بتقوله ده لما لسانك وباليش قلتها ده انت عارف انا بقول الحقيقة لو عايز ازبطها لك ازبطها لك في السانية واحدة انت عايز اي ايوه طلع عمرك شاطرة عارفة مصلحتك فين اسمع بقى الكلمتين انا عايز اكتبقى اي نقودني قوة عباس اي حاجة تخص الى لدينا هزا عرفها حتى النافس اللي بتنفسه انت نوي على ايه هتعمد انا عايزه وكله بحسبه ونعرفه بكويس بسكة ضل بتاع زمان خلاص في عبدالله جديد دلوقتي ابو جيب دافيان ابو جيب دافيان اه ابو جيب دافيان اه لو انت يا عبدالله زهلت مني زمان لما يعني اتسرعت وقلت لك تطلقني الكلام ده مش هيكل معي انسي كان في منه الخلص هتفكر مش باللي فات خضي فلوس عطا فشان تكي واديها بره انا عارف بوضي طب لو سمعت كلامك هتخليني يشوف ابني ومالو كل يوم جمعة تروح تشوفيها انضاب الحميدة حامل لك كل اللي انت حايزه انا عايز انك تخلى عباس ياسك في علام وتخلى عباس في الموقف زي ما هو ليه هو ليه شغل تاني غير الشغل بتاع الموقف بتشغلي جبالك عايزك تقنية عباس ان عباس ان عباس يخش معي الشغل الجديد وحباس لازم ياسك في علام وانت هتعرف تعمل ده كويس لا 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 حباس مش هيرطة لا حباس كبر ولازم يرتاح وانت هترايحي بعتخلي ياسك في علام بايور في عشو تمام ولا ولداني نعارف انك نبيع هل تيك لعالله شوف فيديو فيلي يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا لوبنا كنت اعملي هنا عبدال ايه ده علام اشترك ما يوزكش ضم الواد وجاه تنسأل هتشوفه امتك بعد اما انا مشي عليك عشان تجي لي هنا واكيد هتشوفها وهي نازلة ما تتزكاش ام والمعلم عارف انها بقتلك على كده انا قلتلك اللي فيها وحايت صدقني صدقني مش عايز روح قوله بس اعطى على نفسك المصلحة بعد ما سرعت العربيات بارد وبيتهم مفلسين ومدينون للخلق كلها سرعت عربيات ايه تايه الكلام اللي بتقوله ده انت جايبه من ايه عبدالله بتعزبانك خلاص خلاص عبدالله الجديد جالك بمصلحة علوة مصلحة ايه انا انا اوار عليك ما ترامري بقول ان انت عائل مزابك وعابد وانت فاكر عبدالله ان ممكن يبقى فيه بينه وبينك مصلحة بعد كل اللي حصل اه يبقى فيه مصلحة بعد كل اللي حصل المصالح بتتصلح واللي تكسبه عابه افرد ورقك وانا افرز واشوف عندي بضعه وعيزك تنيلهالي بضعات ايه كل اللي شو اعرف ايه واحسن لك ما تبقىش عارف بس احنا ما عندناش عاجل نقل لابدع الموارف مليان عاجل كان مقربس من مطاقك وكده ودينا تخلص وانا هانيقل كده غم دي منظر ما اعرف وانا قلت لك انه واده شرطي بس في حاجة انا عايز اقولهلك النهلة هتبقى بمئة ألف جنيه ممكن تعمل لك عشر نهلات في الشهر يعني مليون جنيه ايران سوا ايهن هايبو من عندك ولا من عندي زي ما تحب مش هتفرق طب خلينا اروح اشاور المعلم كده وابدع رد علي اشاور مين يا جده انت هتبقى الابوك تقنعه واجي لأينا تاني تقول ان ابوك وافي على الشهر فكر في المياه خلينا نشوف تقنعه واجي لأينا نشوف ماشا اروح اشوف تكالع الله اشان فيديو فقال تعمل اقلوبنا زي ما انت شايد ما حتدلوكو الفطار لو تسلم ايدك تتعب اقاو انت مش محتاجة امسا دا فيه يا علام كنت عندها عبدالله مبارح بتعملي ايه ترجمة نانسي قنقر